بمراكش جرى عرض ما مجموعه 150 عملاً لفنانين مغاربة وأفارقة وعالميين وذلك في إطار النسخة الرابعة من شتاء مغربي التي تنظمها دار المزادات متعددة التخصصات أركتوريال التي تتخذ من باريس مقراً لها وتم عرض هذه الأعمال طيلة أربعة أيام بفندق المامونية بمراكش وبالنسخة الإلكترونية قبل بيعها بالمزاد تتكون عملية البيع من ثلاثة محاور حول جاك ماجوريل والفن المغربي المعاصر وأيضاً الإفريقي حاولنا دائماً تطوير أعمال ماجوريل ومعاصره لأنه أعطى الكثير للمغرب من الناحية الفنية كما شامل المزاد أيضاً عدداً من الفنانين المغاربة والأوروبيين المساطرين بنمطه النسخة الرابعة من شتاء مغربي احتفت بالفنان الفرنسي جاك ماجوريل بمناسبة الذكر الستين لوفاته لأنه مثل المدينة الحمراء على نحو جيد منذ ثمانين سنة وأسهم في إشعاعها العالمي أتوزع هذا الحدث المتميز مرة أخرى على ثلاثة فصول وهي ماجوريل ومعاصره والفن الحديث والمعاصر المغربي والدولي والفن الإفريقي المعاصر